حيث توفر المباني الخضراء العديد من المزايا اقتصاديا وبيئيا من حيث توفير الطاقة بطرق بديلة وجودة عالية وكذلك إيجاد البيئة الصحية المحفزة على العمل والمعيشة في أجواء إيجابية وهناك توجه جدي في الأردن لإعتماد هذا النوع من الأبنية ونشرها في مختلف المحافظات نتابع تشكل الأبنية الخضراء أفضل الحلول الممكنة لتقليل تكاليف الطاقة المرهقة وإن كان الاعتقاد أن بناء الأبنية بهذا المعيار مكلف إذ أنها تشكل مخرجا وحلولا في ظل التغيرات المناخية العالمية بيوفر من ناحية المواد المستخدمة ومن ناحية في مرحلة الإشغال مثل ما قلت بيوفر المياه وبيوفر الطاقة وأكيد بيساعد أن تكون صحة الإنسان أفضل ناخد بعين الاعتبار الثقافي وهوية المكان إنها ما تختلف لما بنعملها المبنى الأخضر هذا المبنى الأخضر هو المبنى الذي يراعي الاعتبارات البيئية في كل مرحلة من مراحل البناء الفرق الأساسي بين المباني الخضراء والتقليدية هو مفهوم التكامل وتعمل على تحسين خواص الاستدامة البيئية للمبنى والتوفير في التكاليف الإجمالية وتزيد إنتاجية الموظف بنسبة 14% تعتبر المباني الخضراء نافذة جديدة على البيئة ولها فوائد عدة مما يساعد على تحسين المظهر العام للمدينة ومما يعمل على تقليل تأثير المباني التقليدية على صحة الإنسان بأسلوب مستدام انتشار المباني الخضراء في الأردن لم يكن ذا رواج كبير لكنه بدأ يلقى اهتماما منذ السنوات الأربع الماضية البناء الأخضر يحفز على صناعة حديثة في الأردن لمواد وتكنولوجيات جديدة تلزم في عمليات البناء مما يوفر فرص عمل جديدة ولما لها من أهمية في المستقبل القريب الكلفة الإضافية في أنك تستخدم نظام جرين ونظام موفر للطاقة تكون بسيطة جدا ممكن العائد على الاستثمار بخلال سنتين أو ثلاثة يكون طلع تساعد على إدخال الإضاءة الطبيعية للمباني نوعية الهواء تكون أفضل المساحات المتوفرة للموظفين بالإضافة لمساحات العمل تكون أكبر وأحسن ترتيب المملكة هو الحادي عشر من حيث أفقر البلدان في مصادر المياه لذلك فإن فائدة وجود مباني خضراء سيوفر الكثير من ناحية المياه وشحها العام تحفز فكرة هذه المباني على تصميم المدن الذكية ترجمة نانسي قنقر